اشتركوا في القناة بالنسبة لي هذا الفيلم كان بالغ الأهمية حيث أول مرة كان نشوفه فيلم تهضر على حرب الريمال اللي كنغي كنسمعه عليها وحتى اللي حضر بشكله بآخر الحدود ولا ما عندوش فكرة واضحة عليها خصوصا وأنه الحرب كانت ما بين ماشي بين الشعوب ولكن كانت حرب سياسية وعجبني بززاف الفيلم على أنه خداه من وجهة موحدة نظر شخصية والعائلية ديالوحد العائلة اللي يعني فجأة القطرسها يعني ما بين مقصومة على جوش مقصومة على شخصية تقريبا في الدخول الفيديو على صورة المقابلة يجب أن يكون محرفة من الأرض ومن المشاريع معهما يتحقق السياسيسية عن عدد 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 ومجمع معنى المخطوصة من أجل المحاولة يسنحن نقوم بأن يقوم بسرطة بحقق على طريقة المحاولة لتحديث معي للمساعدة الوظنة ورمان أيضاً أن تحديث معكم أن تجربة الدوطة المواجمين بحجزة للمساعدة الألغانية لنرسل للمساعدة الوظنة لكي يتم تحديث معناه لتحديث معناه ويشتري ثم تحديث مثلما يتحديث فريما نحن بالتحديث براوة نظر بخير من الانسان وفرصاني لنظر الانسان وفرصاني تقلقا لدينا محاولة في المعارض ونحن يتعالى بلادين محاولة إنه محاولة ما يجب أن يجب أن نحن محاولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنق على كل حكوم applicائي ترجمة نانسي قنقر بالقناة دور ايسرا لانه عجب أن يدور ايسرا فعلاً بعض النصف لأي شاهد محميدة من اديوز كارمن هذه حقيقة هي التصل به ولكن عجب عليه الفيلم الخامس عجب عليه العلاقة نواصف العائلة لتي محجزة بالمشاهد بالمسبة للمشاه الأحمر الذي أتعرض اليوم في قاعة سينيما فاندوم في إكسل للمخرج دياله هو محمد اليونسي مع الزاكتور اللي لعبوا معه يعني يسرى طريق والأستاذ كريم يعني كان في الحقيقة في منتهى الروعة لا من حيث الشكل لا من حيث المضمون وتيبيين لنا المشكل ديال الحدود مع المغرب والجزائر والمعاناة ديال الناس اللي تردو من الجزائر كان عنده آثار نفسية وكان عنده آثار اللي هي اجتماعية وآثار عائلية وخلقات يعني مجموعة ديال العقاد يعني في العقول ديال الناس إلى حد أن القناة يعني في القاعة بعض الناس يعني اللي عاشوا ربما بحسب الروايات ديال الوالدين ديالهم نفس المعاناة وكانوا سيبكيوا في القاعة وهذا الفيلم هذا ربما بداية الواحد العمل اللي خصويت دار ما بين الإخوان المغاربة والإخوان الجزائريين ويشوفوا كيفاش أن المسألة يوقع فيها يعني نقاش وباش أن هذا المعاناة هذا تخفف على المواطنين ديال البلدين وباش أن هذا الحدود مخصشي تبقى حدود ديال الانقسام والتباعد ولكن تبقى حدود ديال الأخوة والمحبة والرأفة لأن ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي على ضفتين حدود يعني ديال البلدين وما إخوان يعني بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت يعني هما عندهم علاقات يعني عائلية مطرابطة ما كانت شي واحد اللي يقدر يقول هذا جزائري وهذا مغربي ولكن هما يعني شعب واحد ولا عرفنا بالخصوص واللي عندهم عندهم تاريخ مشترك من حيث المواجهة ديال الاستعمار وعندهم لغة موحدة وعندهم عادات وتقاليد اللي ربما سيتقسمها في مجموعة ديال الأماكن وتنظن باللي هاد الفيلم اللي اللي تعطى لنا اليوم باش نشوفه في هاد لقاعدة وفي داية باش يكون عندنا وعي بمسألة تقارب ومسألة النقاش وربما سيتطرح يعني كأدات يعني بيداغوجية بالنسبة للناس و باش أن في المستقبل نحاولون فكروف هذا الإشكالية يعني بواحد الجدية ايها جديا لا أدفاع أدخل إن داية بهم جدا وضعنا على الحب الحقيقة شروعة الأحزاب إ الغلقية وهو حفيد لدينا الغلقية بسببت أن شخص يمسوا عميس لأن يظلم مع الإجرارات هذا الفيو يمكننا منذ تفهم هذا الفيوية منذ تحديد من المحاولة بلدخل محاولة من تجربة تحديد من الاجتماعات التي يفهمها منذ عاماً منذ عاماً منذ تحديد منذ تحديد منذ تحديد ويجب أن هذا يمكنك أن تجعله في هذه المشاركة ويجعلنا نفهم ويجعلنا نفهم ويجعلنا نفهم ويجعلنا نفهم ويجعلنا نفهم شكرا لك أولا على السيضافة يوسرا طريق ممتيلة مغربية تربيت في الريف بالضبط في الغنغان هذا الفيلم كان ثالث تجربة سينمائية من بعد الفيلم سينمائي ميغيس جمال بن مجدوب وفيلم وداعا كارمين أضيوس كارمين محمد أمين بن عمراوي وهذا ثالث فيلم سينمائية الوشاح الأحمر وهو الذي نعتبره في الحقيقة أول تجربة بالدريجة المغربية ونشكر محمد اليونسي مخرج الفيلم أن تحلي هذا الفرصة بالنسبة لي أنا اشتغلت قبل في القناة الأمازيغية في إعداد وتقديم برامج تليفيزيونية من بينها أول برامج تليفيزيوني كي يهدر على المرأة الأمازيغية في المغرب من بعد كانت الانطلاقة ديالي في الميدان وحاولت نعمل خطوات ديالي بدك الشي اللي توفر لي وبالإمكانيات ديالي حاولت نطور راسي شوية بشوية بالنسبة لي أنت هذ الفيلم هذي يعني هذ الفيلم كيتوشي أو لا كي يلمس جوج ديال الشعوب الشعب المغربي والشعب الجزائري واش ما كتشوفيش بأنه يعني الفيلم ناقص شوية حيث نرمال مو بحال هذ الفيلم خصي يكون فيه نص الممتلين ألجيغيا ونص معوكا واش كتشوفيه باللي يعني ناقص أو لا هو هذك؟ أولا أنا فخورة كممتلة أنني نشارك فيلم سينيمائي بحجم ديال فيلم ديال وشح الأحمر هنقول لك علاش أولا أنه أول فيلم سينيمائي مغربي كي يتطرق لهذا الموضوع هذا هو موضوع ديالعلاقات المغربية الجزائرية والجميل في الفيلم أنه تناول هذ العلاقات من الجانب الإنساني يعني ركز على ثلاث محاور أساسية وهو التاريخ والذاكرة المشتركة ما بين هذ الشعبين لكي تشاركوا جغرافية الفكر وجغرافية المكان كذلك المشترك الإنساني لكي يجمع هذ الشعبين من قيام من لغة إلى غير ذلك وكي يلخصوا الفيلم في العنوان ديالله اللي هو الوشاح الأحمر الوشاح الأحمر بالنسبة لي عنوان كي يلخص كل شي بمعنى أحبك أو أنه الحب أو أنه جهة تام يعني يعني غير المعاني اللي كتعبر على الحب والمحور ثاني أنه كيركز على الحقوق الفيلم هو فيلم حقوقي بمتياز يعني يعني هو ممكن صنفوه من سينيما حقوق الإنسان لأنه صلطته على حق من حقوق الإنسان اللي هو الإنسان أنه من حقه ويبقى مع عائلته ما من حقته شي إديولوجيا أو لا فكرة أو لا توجه أو أي أن كان أنه يفرق عائلة ويشتتها إلا الموت اللي كتكون بطبيعية اللي ما عرفناش ما عرفناش سير دلموت كيبقى هذا السؤال وجودي والمحور الثالث أنه أيضا إلى راحة الفيلم فيه واحدة واجد مهم ديال المرأة سواء الجزائرية أو المغربية ديك المرأة اللي كتعطي الصورة على المرأة في شمال إفريقيا كي اسميتو؟ اسمو الحبيب واخدف واحدة الفيلمة النعيمة الحبيب وأنت كي اسميتك؟ أنا اسمي الحيمة جمعة جاية واللي يجي هنا لحدها هذه لها بنتو واللي هنتو راه آية ومرتو الويسة صافي عمول علي الشريف أنا أقول هذا هذه المرأة المخلصة والمرأة اللي كتقاوم والمرأة اللي دائما اللي تعتمد عليها وكذلك أننا لحظنا في المغرب مرأة أخرى لجسط أنا الدور ديالها ديالرحمة أنها مرأة كانت تحتية عيشة في الجزائر عندها رجلها وعائلتها ولكن غير باش نذكر المشاهدين أن الفيلم كيصلت الضوء على المرحلة الف وتسعمية وثلات وستين بالضبط وقوع حرب الريمال اللي وقعت ما بين المغرب والجزائر وإبان ذيك الحرب ترحلهم جمعة من المواطنين المغربيين اللي كانوا عايشين في الجزائر التراب الوطني المغربي إذن هذه السيدة اللي أنا أديت الدور ديالرحمة كانت من بين هاد الناس هادو وفاش رجعت باش نبين لك أن الحضور ديال المرأة كان مهم في الفيلم هاد السيدة فاش رجعت الأرض الوطن وهادشي اللي كنلاحظه تدب اللي واقع في الحروب أن دائما المرأة في وضعية الحروب تكون يعني عرضة الاستغلال الجنسي إلى غير ذلك إذن هادشي اللي كاين وبالنسبة الملاحظة ديالك نرجع لها قلت لي بأن وشك تشوفي الفيلم أنه نقص أولا إلا جينا نهضروا لغة سينمائية هذا شيء آخر لأن الممتل مهما كانت جنسية دياله خاصو يؤدي أي دور سواء أنا إلا كنت مغربية ولكن العمل ديالي ممتلا ندرت دور شينوية ولا جابونية ولكن هذا لا يعني أن المخرج للفيلم مدرش محاولة باش أنه يلقى ممتلين جزائريين لأنهم يشاركوا فعلا مشتل جزائر وقبل ما يمشي الجزائر تصل مجموعة ديال الناس كانوا هما حلقة الوصل بينتنا باش أننا نشوفوا ممتلين جزائريين كانت موافقة مبدئية ديال المجموعة ديال الممتلين جزائريين ولكن مجرد ما المخرج محمد اليونسي مشى الجزائر يعني تراجعوا دوك الممتلين على المشاركة في الفيلم يعني يضطر أنه يغير خطة العمل دياله ورؤية إخراجية دياله ويجيب ممتلين مغاربة باش يخرج العمل لأن الأساس هو يخرج العمل ويعبر على الحالة اللي كانت تعيش فيها جميع الشعوب سواء في شمال إفريقيا أو لا في المشريق أو لا في العالم كله أن الرسالة اللي بغي يقدمها الفيلم أن الحب اللي موجود في قلوب الشعوب ما يقدر يلغه تشي حدود سواء كانت حدود مادية أو غير مادية موسيقى 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 اشتركوا في القناة